السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث سنوي انحل النهاردة اول امتحان على البنزين في كتاب الموسوعة. يقول لي هنا السؤال الاول في صفحة 209. يحتوي ابسط هيدرو كربون اروماتي على كام رابط باي? ابسط هيدرو كربون اروماتي هو البنزين بيحتوي على تلت رابط باي. ست زرات كربون. ست زرات هيدروجين. اتناشر رابط سيجما. هو بيسأل عن عدد رابط باي. يبقى ثلاث رابط باي. يبقى احنا عندنا ابسط هيدرو كربون اروماتي اللي هو مين? البنزين. يحتوي على ثلاث رابط باي. يمكن تطبيق الصيغة العامة على البنزين. الصيغة العامة هي بنطبقها على البنزين. البنزين صيغته ستة اتش ستة. طيب يبقى احنا كده ضربنا عدد زرات الكربون في اتنين وطرحنا منهم ستة. يبقى الصيغة العامة بتاعت ايه? سي ان اتش تو ان ناقص ستة. سي ان اتش تو ان ناقص ستة. حيث ان عدد زرات الكربون. يبقى احنا عندنا هنا الكربون ضربناه في اتنين وطرحنا منه كام ستة. هي بقى الاجابة بتاعتنا دال. بعد كده بيقول الصيغة الجزيئية للمركب ده. هتبقى عبارة عن ايه? رسكز معايا كده. سؤال رقم تلاتة. نحتاج حضرتك تفوق فيه. ها? انا عنده حلقتين بنزين. طالع منه مجموعتين مسايل. ده الشكل اللي قدامه كون. تمام كده? سي تو اتش فايف. الحلقة التانية سي تو اتش فايف. هو بيسأل عن ايه? بيسأل عن الصيغة الجزيئة. طيب الصيغة الجزيئة لازم عنده وزارات الكربون الاول. اعد معايا يلا. واحد كربون اتنين كربون تلاتة كربون اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر كربون. عشرة يبقى فينا كمان حداشر واتنين يبقى تلاتاشر يبقى سي تلاتاشر. اعد لها ايدروجين معايا. الضلع المشترك مفيش عليها ايدروجين واللي طالع منه روابط مفيش فيها ايدروجين. يبقى عد معايا هيدروجين ادى واحد اتنين فاوديت تلات فاوديت وديت اربعة فاوديت خمسة كام ستة ستة زرات كربون كده وعندي هنا كمان كمان هيدروجينة تلاتة وكمان خمسة تلاتة وخمسة تمانية وستة يبقى كام siete tre und ventre. سيتلتاشر اتشار تلاتاشر نود الهم تاني رجحها فانتبقى في الفيديو رجحها في الفيديو. يكون البنزين العطري ايزومر معا البنزين العطري في كم زر غرف كربون. ستة زرات كربون. وستة زر مريد ايدروجين ووديش في اكسجين. اي واحد في اكسجين هنشيله. لأنه ما يدفعش ايزومر معا فهنختار له الأولانية ونحن مغمضين سؤال رقم خمسة إحدى التالية تحدث بامرار بخار الفينول على مسحوق الخرسين الخرسين كان بياخد الأكسوجين من الفينول يحدث أكساد واختزال لأن الخرسين تأكسد والفينول يختاز بنزع زرة هيدروجين من النفثالين ينتق شق أريل النفثالين C10H8 نشيل منه هيدروجين يبقى C10H7 الأريل بتاعه إحدى التالية تنطبق على C14H9 C14H10A الأنثراسين C14H10A يبقى ده شق الأريل بتاعه لأننا قلنا الأريل عبارة عن مركب أروماطي منزوع الهيدروجين السؤال رقم الثمانية المجموعات المحتوية على زرة أكسوجين توجه للموقع ميتة معادة نحن عندنا المجموعات اللي فيها أكسوجين الهيدروكسايل الهيدروكسايل بيوجه لأرثوبار كربوكسايل خير الألدهايد ألدهايد الكربونايل أو الكيتون ألدها كل 저 يوجه الهيدروكسايل proprio out of the البنزالدهايد في مجموعة الديهيد والالديهيد يوجه لماذا؟ لميتة يكون مركب ميتة اروماتي ميتة اروماتي لان المركبات ديت مركبات اروماتي السؤال رقم 10 جل بكلورة البنزين ثم نيترط لما انكلورة البنزين هيطلع عنده كلوروبنزين والكلور هالوجين يوجه الى ارثوبارا يتكون عنده خليط من ارثوبارا خليط من ارثوبارا كلورو نيتروبنزين نختار له جيم بنيترط البنزين يتكون نيتروبنزين والنيترو يوجه الى ميتة فيتكون ميتة كلورو نيتروبنزين التفاعل التالي تتمزق التفاعل الذي تتمزق في حلقة البنزين يعني انتبهاش موجودة يعني مش تفاعل اضافة ولا تفاعل استبدال اللي بتتمزق فيه الحلقة اللي هو تفاعل الاحتراق لان البنزين بتحول الى كربون اوكساني اوكسيت كربون وبخار ماء وطاقة اجبح مركب حضرة في تاريخ الكيمياء يحتوي على طبعا دا دي تي اللي هو اسمه الدي دي تي دال دال تا سنائي كلورو طبعا اسم المركب ده سنائي كلورو سنائي فنايل سلاسي كلورو إيسان يبقى فيه مجموعة سلاسي كلورو إيسان جميع التالية مبيدات حشرية اول صيغة دي صيغة الجامكسان وهو مبيد حشري التي انتي مادة متفجرة يبدل ان نختاره الد تي مبيد حشري وكابرتات النحاس من الباب الاول مبيد حشري سؤال الخامس عشر في تفاعل فريد الكرافت اللي هو تفاعل الالكلا يتحول المركب الاروماتي الى اروماتي دهني ايه الاروماتي الدهني ده؟ أروماتي وفيه شق ألقيل لأن الألقيل جاء من الألكان والألكان مركب دهني مشتق من الأحماض الدهنية لأن احنا عارفين المركبات الألفاتية تشتق من الأحماض الدهنية سؤال 16 صيغة البنزين CNH2N-6 طيب ده صيغة مين؟ البنزين والألكانات CNH2N-2 الفرق بينهم 8 زرات هيدروجين مما يعني أن البنزين غير مشبع بدرجة كبيرة مش مشبع طول الرابطة في البنزين طبعا احنا عارفين أنهم طول الرابطة في البنزين بتكون وسط ما بين الروابط الأحدية والروابط السنائية طبعا هو أعطلنا الرابطة الأحدية 51 والربطة المزدوجة بتبقى 31 الوسط بينهم في دولها هيكون مين؟ 41 لازم تبقى أكبر من الصغيرة وأقل من الكبيرة فنختار له بقى يطلق على المركب ده طبعا المركب ده المشهور في الحكة ديت لهو حمض البنزوك حمض البنزوك يطلق على المراكبات ذات السلسلة الكربونية الغير مغلق سلسلة كربونية ومش مقفولة مراكبات الألفاتية اسمها ألفاتية دهنية أو تشتبق من الأحماض الدهنية السؤال 20 بقول البنزين العطري لا يزيل لون محلول البروم المزاب في رابع كولوريد الكربون يعني ما بتفعلش معه ما بيتفعلش معه بالإضافة بل ممكن يتفعل معه بالاستبدال كما أنه لا يزيل لون محلول برمنجانات البوتاسيوم حتى لو تم غليان لفترة طويلة ده يعني أنه قابل لتأثير الأجسادة لا ما بيتأكسيتش يبقى ثابت لتأثير الأجسادة في الظروف العادية نعم نختار له إيه ده طبعا هو مش مشابع ما بقوله مراكب مشابع لا مش متشبع هيدرو كربون ألفاتي لا هو هيدرو كربون أرماتي كده يبقى احنا خلصنا البوكلة الأول وبالله التوفيق بقى بقى ترجمة نانسي قنقر